مع انطلاق الامتحانات النهائية لنيل شهات باكروريا دورة 2023 اتخذت في يد الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني بهدف ضمان الأمن بمحاية جميع المؤسسات التعليمية المعينة كمراكز إجراء هذا الامتحان وذلك عن طريق تكثيف دوريات المراقبة وتسهيل حركة المرور عبر المحاولة المؤدية من وإلى هذه المراكز حيث تم وضع مخطط شامل من خلال انتشار وحدة الدرك الوطني قصد ضمان أمن جوار ناجع وفعال كما يركز هذا المخطط بالأساس على تأمين مراكز الامتحان ومحيطها بالإضافة إلى مرافقة وحماية عملية توسيع مواضيع المواد من مديرية التربية نحو مراكز الامتحان برا كما يتم مرافقة وحماية هذه المواضيع جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الجنوبية يتم أيضا مرافقة نقل أوراق الإجابات من مراكز الامتحان إلى مراكز الصحيح وهذا بعد نهاية كل يوم ترافق هذه العملية نشاطة تحسيسية لفائدة الممتحنين تعمل على تنفيذها وحدات متخصصة على غرار فرق حمية الأحداث للدرك الوطني والتي ستكون حاضرة أمام مداخل مراكز إجراء الامتحان وكذا وحدات أمن طرقات التي تضمن تأمين المسالك وأماكن تواجد الممتحنين تجدر إشارة إلى أن هذه الإجراءات تكون بالتنسيق الدائم المستمر مع موظف قطاع التربية وكذا أنصر الأمن الوطني عبر كافة ربع الوطن طيلة أيام الامتحان بهذه المناسبة قيد الدرك الوطني تتمنى التوفيق والنجاح لكل أبنائنا وبنتنا الممتحين في شهادة البكالورية